مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابي العزاء يصر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم درساً جديداً بعنوان الكسور العشرية حتى الأجزاء من ألف يتوقعوا من الطالب في نهاية درسنا لهذا اليوم أن يقرأ الكسور العشرية ضمن الأجزاء من ضمن ألف بشكل صحيح ثانياً أن يكتب الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشري ضمن أجزاء من ألف بشكل صحيح وأيضاً العكس فبسم الله نبدأ اتهي يا رحبة القلاب أكتب أولاً الكسر العشري الذي يمثل الجزء المضلل في كل شبكة تذكروا جيداً ما تعلمتموه في الصف الرابع هذه شبكة ومقسمة إلى عشرة أجزاء والجزء المضلل هنا هو جزء من عشرة حسنتم لأطال ويكتب على هذا الشكل إذن واحد من عشرة الشكل الثاني مقسم إلى مئة جزء والجزء المضلل هو واحد من مئة ويكتب بهذه الطريقة إذن جزء من مئة الشكل الثالث وهو شكل مجزأ إلى ألف مربع صغير أو مكعب صغير هذا المكعب هو واحد من ألف إذن لاحظوا هذا واحد من عشرة على يمين الفاصلة منزلة واحدة تكون الجزء من مئة على يمين الفاصلة منزلتان والشكل الثالث جزء من ألف وعلى يمين الفاصلة تكون ثلاث منازل سؤال حلوة شارك صفحة سبعة عشر تتدرب جواهر للمشاركة في سباق رياضي أنهت جواهر السباق يوم الثلاثاء أسرع بثلاثمائة وخمس أجزاء من ألف من الثانية مما فعلت يوم الاثنين كيف يمكنك شرح معنى ثلاثمائة وخمسة حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها هنا الحل سهل جدا أحبك طلاب ما علينا سواء نعرف القيمة المنزلية لكل من هذه الأرقام وذلك من خلال وضعها في لوحة القيم المنزلية وهنا لاحظ أننا سوف نقرأه ثلاثمائة وخمسة أجزاء من ألف ونكتبها على هذا الشكل ثلاثمائة وخمسة على ألف يساوي ثلاثمائة وخمسة جزء من ألف من الثانية انظر مجددا تقول لبنى أنه يوجد خمسة أجزاء من مئة في العدد ثلاثمائة وخمسة أجزاء من ألف هل توافق على ذلك أم لا انظر مجددا حبة الطلاب على لوحة القيم المنزلية للكسور العشرية وعند وضع كل رقم في مكانه الصحيح نحصل على هذه النتيجة الآن تقول لبنى أنه يوجد خمسة أجزاء من مئة هذه الأجزاء من مئة كم تحتوي؟ تحتوي على صفر إذن الإجابة لا خمسة موجودة في منزل الجزء من ألف يا أبطال ركزوا جيدا واحفظوا المعلومات أول بأول السؤال الأساس في هذا الدرس صفحة ثمانية عشر كيف يمكنك قراءة وكتابة الكسور العشرية حتى جزء من ألف هذا المثال التالي يقول يمتلئ صندوق بألف مكعب هذا هو ألف مكعب أخرجت آمنة منه أربع مكعبات كيف يمكنك تنفيل أربع من ألف مكعب في صورة كسر عشرين الآن نجيب عن الأسئلة التالية كم مكعب أخرجت آمنة من الصندوق أربع مكعبات يا أبطال السؤال الثاني كيف يمكنك كتابة أربع مكعبات من ألف مكعب في صورة كسر اعتيادي هنا سنقوم كتابة العدد أربع في البسط والعدد الرقم ألف في المقام على هذه الصورة إذن أربع على ألف السؤال الثالث كيف يمكنك كتابة هذا الكسر في صورة كسر عشرين لاحظوا هنا أربعة أجزاء من ألف والأجزاء من ألف تكون على يمين الباصل العشرية بثلاثة منازل لاحظوا هذا جزء من عشرة جزء من مئة وهذا جزء من ألف لذلك يكتب على هذا الشكل يا أبطال لاحظ الآن أن الصيغة اللفظية لأربعة على ألف هي أربعة أجزاء من ألف إذن هذه تكتب بالصيغة اللفظية وهنا مكتوب أربعة أجزاء من ألف استعمال لوحة القيمة المنزلية لذا يمكن كتابة أربعة على ألف على صورة الكسر العشرين أربعة أجزاء من ألف ولاحظوا أن هذه يبار عن الصيغة القياسية يا أبطال ونعود هنا هذه الصيغة اللفظية تذكروها جيدا الآن يا أبطال سوف نأخذ هذا الأمثلة ونقوم بإيجاد عشر أمثالها مثلا في هذا المثال نقرأه واحد جزء من عشرة ولا من مئة من مئة يا أبطال لأنه يوجد منزلتان إذن واحد جزء من مئة يساوي عشرة أمثال أي عدد يا أبطال يساوي عشرة أمثال واحد جزء من ألف كيف نقوم بالحل السريع؟ نقوم بإضافة الصفر على يمين الفاصلة ليصبح الناتج واحد جزء من ألف نأخذ مثال آخر هنا أربعة أجزاء من عشرة تساوي عشرة أمثال مباشرة أن نقوم بإضافة الصفر على يمين الفاصلة العشرية لتصبح أربعة أجزاء من مئة مثال آخر للتوضيح تسع أجزاء من مئة تساوي عشرة أمثال ماذا يا أبطال؟ مضيف الصفر على يمين الفاصلة لتصبح الناتج تسعة أجزاء من ألف ننتقل إلى النوع الثاني وهو واحد جزء من مئة تساوي الآن واحد على عشرة يا أبطال واحد على عشرة وليس عشرة أمثال من أي عدد واحد جزء من عشرة هنا الحل السريع يكون بالاختصار مباشرة أي نحذف صفر لماذا؟ لأنه واحد على عشرة هذه العلاقة ما بين الأرقام في الكسور العشرية الآن يا أبطال نأخذ المثال التالي مباشرة سبع أجزاء من مئة تساوي واحد على عشرة نقوم بحدث الصفر مباشرة إذن يوجد العلاقة ما بين هذين العددان إذن يصبح كم يا أبطال؟ سبعة أجزاء من عشرة المثال الأخير وهو ست أجزاء من ألف لماذا من ألف؟ يوجد ثلاث منازل يساوي واحد على عشرة من أي عدد يا أبطال نقوم بحدث الصفر أحسنتم يساوي ستة أجزاء من مئة تدرى موجه صفحة تسعة عشر عبر عن فهمك السؤال الثاني إذا كان ثلاث أجزاء من عشرة يساوي عشرة أمثال كسر عشري فما هذا الكسر؟ تناولناه قبل قليل هيا يا أبطال نريد الآن عشر أمثال عشر أمثال أي؟ مضيف أم نحذف؟ أحسنتم مضيف الآن الإجابة هي ثلاث أجزاء من مئة نكمل الجزء الثاني من السؤال إذا كان ثلاث أجزاء من ألف يساوي واحد على عشرة كسر عشري فما هذا هو الكسر؟ هنا يأتي بهذه الصيغة يأتي السؤال في الامتحان لذلك سوف نقوم هل بحذف أم بالإضافة؟ نقوم بحذف الصفر وإذا يساوي أي صفر طيب أبطال يوجد ثلاث أصفار الصفر الذي نضيفه أو نحذفه هو الصفر على يمين الفاصلة مباشرة إذا نحذف هذا الصفر الناتج يكون ثلاث أجزاء من مئة طبق فهمك صفحة تسعة عشر في الأسئلة من ثلاثة إلى ستة أكتب كل كسر عشري في صورة كسر اعتيادي يلا يا أبطال أنا أحل الأولى ثم أعطيكم مجال أحل باقي الأسئلة هنا كما تقرأ يا أبطال نكتب هنا الرقم هذا يساوي واحد واحد جزء من كم؟ جزء من ألف إذن نكتب الواحد في البصر الألف نكتبها في المقام في المثال رقم أربعة خمسة من أو أجزاء من مئة إذن خمسة في الأعلى والمئة في الأسفل أحبة الطلاب قموا بإيقاف الفيديو حلوا المثالين خمسة وستة ثم عودوا لمقارنة النتائج هنا أحبة الطلاب لابد أنكم توصلتم إلى النتيجة التالية خمسمائة واثنة عشر في البصر والمقام ألف لأنها أجزاء من ألف في ستة ثلاثمائة وتسعة في البصر والمقام ألف طبق فهمك أسئلة من سبعة إلى عشرة المطلوب هو أكتب كل كسر اعتيادي في صورة كسر عشري هنا يا أبطال نريد كتابة اثنان جزء من ألف ركزوا معي الجزء من ألف يكون في ثالث منزلة على يمين الفاصلة وليس بجانبها مباشرة المنزلة جانبها هي منزلة جزء من عشرة التي لها جزء من مئة التي لها جزء من ألف نضعها هنا ولكن في هذه الأجزاء نضع صفر وصفر لماذا أجزاء من عشرة أجزاء من مئة لا توجد في مثال رقم ثمانية أربعة وثلاثين جزء من مئة أو على مئة تكتب بهذه الطريقة أربعة وثلاثين جزء من مئة لاحظوا معي منزلتان وهنا صفران مثال السابق ثلاث منازل وفي المقام ثلاثة أصفار هيا بنا في مسألة رقم تسعة لاحظوا معي منزل منزلتان ثلاث وتحت ثلاثة أصفار إذن مباشرة نضع الفاصلة هنا إذن الجواب خمسمائة وثمانية جزء من ألف لكن في مثال رقم عشرة لحظوا معي يوجد منزلتان في الأعلى وثلاثة أصفار حتى يكون الإجابة صعبية نضع هنا الصفر يا أبطال لأن تكون الناس جزء من ألف ونضع الفاصلة والصفر إذن نقرأه تسعة وتسعين جزء من ألف يا أبطال وصلنا إلى تدرب مستقل أحبة الطلاب قوموا بإيقاف هذا الفيديو حلوا جميع التمرين يا أبطال وعودوا إلى النتائج لمقارنتها حبة الطلاب في التمرين من أحد عشر إلى ثمانية عشر نريد التحويل من كسر عشري إلى كسر اعتيادي والنتائج على النحو التالي سبعة على ألف ثمان أجزاء من مئة خمسة وستين جزء من ألف تسع أجزاء من عشرة ثمان مئة واثنين وثلاثين جزء من ألف مئتان وثلاثة جزء من ألف ثلاث منازل هنا منزلتان إذن ثمانية وسبين جزء من مئة ثلاث منازل تسعة مئة وتسعة وتسعون على ألف أما في التمرين من تسعة عشر إلى ستة وعشر نحتاج إلى كتابة كل كسر اعتيادي على صورة كسر عشري وهنا سوف تكون على النحو التالي وقد قمنا بشرح كيفية كتابة هذه النتائج في الأمثلة السادقة حبت الله بصلنا إلى الواجب المنزلي عليكم حل تمارين واحد اثنان وخمسة وستة من الكتاب صفحة رقم واحد وعشرين الإضاقاء إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع المدرسة نهاية درسنا لهذا اليوم دومتم في حظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته